حياكم الله وبياكم متابعين الكرام نرجو من أحبابنا المتابعين مشاركة هذه الفيديوهات القيمة التي فيها منافع للناس ولك الأجر أخي الكريم بسبب هذه المشاركة ولعل إنسان ينتفع فيدعو لك فيفتح الله عليك فتوحى الآرفين وتكون من المأجورين كما دل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله أو كما قال علي الصلاة والسلام اليوم احبابنا بفيدو جديد إن شاء الله كما وعدناكم ونوعدكم على طول إن شاء الله نزل مقاطع على الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى علاج الروماتيزم عند الكبار والصغار كثير من الناس يشتكون من هذه المشكلة ولربما استخدموا علاجات ولم تجدي بشيء أو استفادوا فائدة بسيطة العلاج يا أحبابنا كالتالي أول شيء يتدفى الإنسان قدر المستطاع وكذلك الأمر يبتعد عن الأماكن الباردة وكذلك الأمر يحاول أن يلبس ألبس متدفية الجسم بشكل منتظم يعني الحرارة تكون منتظمة لا بالزيادة ولا بالنقصان العلاج يا أحبابنا كالتالي نجيب من زيت الزيتون مقدار 200 غرام زيت الزيتون نقي 200 غرام نضيف عليها زيت الخردل 100 غرام وزيت النعناع أيضا 100 غرام وزيت الفلفل أيضا 100 غرام وزيت النعناع 100 غرام زيت الزنجبيل 100 غرام وزيت حبة البركة أيضا 100 غرام تخلط هذه الزيوت مع بعض بقارورة واحدة أو علبة واحدة يضاف إليها من الزنجبيل المطحون ناعم مقدار ملعقة كبيرة تخلط على هذه الزيوتة التي ذكرناها قبل قليل طريقة الاستعمال يدهن المكان المراد علاجه صباحا ومساءا مع التدليك البسيط المستمر لمدة ربع ساعة أو عشر دقيقة أو عشرين دقيقة بشكل دائري بها الطريقة هذه طبعا يا حبابنا هذا الوصفة تنفع آلام الرقبة وتنفع أيضا آلام الأضلع وأسفل الظهر وأيضا آلام المفاصل وكذلك الأمر آلام القدمين وآلام الركبتين هذه الزيوت يا حبابنا وجربوهن بإذن الله تبارك وتعالى تجدون فائدة واستفادت ناس كثيرة بإذن الله عز وجل نتمنى لك أخي الكريم أختي الشفاء العاجل ولمتابعين الكرام السعادة الأبدية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر